بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رجعنا بعد الرضا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من محاضرات تبسيط العلوم حضراتكم علاء السعيد أستاذ دكتور علم التحالب بجامعة الإسكنرية ومحار ومعار حاليا إلى جامعة القصيم الفيديو ده وحقيقة أنا أعتذر أولا أن أنا أتأخرت فيه تسجيل ورفعه لانشغالي يعني الفيديو ده عبارة عن استكمال لعملية الميوزي وخصوصا الميوزي الأول في الطور الأول بتاعه اللي هو الطور التمهيدي الأول أو الابتدائي الأول عشان يوضح موضوع عملية العبور بنفكر حضراتكم بس عفوا بنفكر حضراتكم أنه كل كرموسوم بيكون ليه المثيل أو الشابه بتاعه كأنه نسخة تانية أدي الأخدر وأدي الأحمر مش بس كده أنه كل المكرسوم هنا الكرموسوم ده مرسوم بعد ما حصل تضاعف يعني هو كان خط واحد أو شريط واحد المزدوج بقى تنين لأنه حصل تضاعف ونممكن نرجع للخطوات اللي احنا شرحناها قبل كده في الميوز يبقى الكرموسوم تضاعف وكرموسوم والمثيل بتاعه نفس الكلام المثيل بتاعه اللي هو شابهه اللي هو نفس الطول نفس الحجم بيشين نفس الصفات ايجي الصفة الأولى اهي موجودة هنا صفة تانية الأخدر حد يقول لي ده كابتل وده اسمول لأ الشعر اسود وهين أبوني ما تفرقش بقى معايا انما ده صفة لون الشعر صفة لون العين صفة كذا المهم نفس الصفات المنطقة اللي في نصف منطقة السنترومير دول كرماتيدات شقيقة عشان مربطين بسنترومير واحد وبتوع نفس الكرموسوم ونفس الكلام هنا ولكن الداخلية دي ودي اللي اتنين طول كرماتيدات غير شقيقة اه لعشان دي بتاعت واحد دي بتاعت واحد تاني ليه المسمى ده مهم عشان حنشوف اللي هيحصل دلوقتي الغرض بنعملية العبور يا جماعة الخير في النهاية اهو تكوين اربع امشاج خلاص عشان يحصل عمية الطلبيح ادي دي الخلاصة كلها الحقيقة دي بيحصل على خمس خطوات حنشوفهم مع بعض حنقرب الصورة بالشكل ده كده اهو بيحصل عندي الخطوات التفصيلية للطول التمهيدي فيه من اليسار هنا بنبدأ من اليسار ده الليبتودين القلادي ادي الزيوتين ادي الباكيتين الانضام ده التزوجي طبعا ده هنا الدبلوتين الانفراجي وده الدايكانيز او تشتوش حنشوف دلوقتي احنا ده الاسم الخلية جوة الخلية بيبقى شكلهم عامل بالشكل ده لكن احنا مكبرين على الكرموسوم عشان نشوف ايه اللي حاصل في كل واحد فيهم ففي الطول الاول على سبيل المثال يبتدي كل دي ايه او بتأسف كل كرموسوم هيتضاعف ويقربهم من بعض خلاص عشان يحصل ان كل كرموسوم جنب المسير بتاعه ويبقوا قصيانين و قصي كل كرموسوم قصير وسميك ثم عشان يحصل عاملية العمور او التبادل مادة الوراس لازم يقوى سابتين في مكانهم فده ربنا سبحانه وتعالى جعل ان الخيوط دي هتبتين تتكون من هنا اهي عشان تلزأم هما الاتنين في بعض ده فانهي طور الطور التاني اللي هو مين التزوجين يحصل عاملية العبور هنا اهو يبقى يكتمل ارتصاب كامل بالكامل كله عشان يثبتهم في مكانهم معادة الجزء اللي ده هيبقى حر مش لغاية الاخر لغاية هنا وهو الجزء ده هيتبدل مع بعض فلازم يبقى حر مش كده ولا ايه خلاص طيب نيجي الخطوة اللي بعد كده بقى اللي هو الطور الرابع الانفراجي حيبتدي تنفرج العملية ليه لان خلاص خانحصل الكياز ماد والعبور بدلوا مادة الوراسة جزء من الاحمر رجي هنا جزء هنا وبيحمل جينات بتاعته ويبتدي ينحسر ايه الخيط يبتدي يتفكر لان خلاص ام بدور تتحلل الروابط عشان بيكون حصل عاملية العبور بالشيخ ده وينفصلوا بقى عن بعض انفصال كامل بهذا الشكل وكده بيكون انتهى طور التمهيدي الاول يبقى التمهيدي الاول بيحصل على قمس خطوات يبدأ بابطراب الكرموسومات المتمثلة ثم بداية ربطهم مع بعض ارتباط شبه كامل مع هذا الجزء اللي حيحصل فيه الكياز ماد يحصل اللي هو التقطعات تحدث عاملية العبور وتبادل مادة الوراثة عشان بعد كده يتفكي هذا القيط ويتنتهي عملية التور التمهيدي الاول يبدأ بالليبتودين او القلادي التزوجي قدام الانفراجي والتشتس الكلام ده بيحصل بالتفصيل بقى عشان تبادل مادة الوراثة بالشكل ده يا جامعة انا عملت الكلام ده مبارح عشان تبقى واضحة اكتر شوية هادي الكروموسومين المتماثلين في عندي احتمالات كثيرة الاحتمال الاول بيحصل الكيازمة او العبور هو بالشكل ده ممكن يحصل في مكان جين واحد مكان جينين ممكن يحصل في اكتر من مكان المهم انه حصل في جينين بالمنزر ده هادي البي كابتل ودي بي سمون هيتبدله مع بعض حصل العبور فعلا بقى خلاص بقى جزء احمر تبع ده والجزء الاخضر تبع ده يعني تبدله بالمنزر ده بعد كده لو تترجعوا بقى للخطوات هيحصل انقسام اللي هو الطول الاستوائي ثم الانفصالي ثم النهائي المهم بينتهي عندي التمهين ده بتكوين اربع ايه اربع في النهاية خالص اربع ايه اربع امشاك الاربع امشاك اللو بصنا فيهم حا نلاقي فيه اه ربعهم زي الاب والربع ده ربع اللي هم اربعة يعني طبعا لو تكون 100 يبقى 25 من ده اخمسة وعشرين وهاكذا المهم الربع بالشكل ده زي الاب هنا الاخضر ده وده زي الاحمر الاتنين التانين بقى الربع ده والربع ده لا فيهم اجزاء مختلفة عشان كده بنقول النصف نصف لان الاتنين من الاربعة يبقى نصف الامشاك حيكون مختلفة عن الاب والام نتيجة حدوث عامية العبور طب هل لازم يحصل ما بين اتنين بجزء يحمل اتنين جينين لا ادي ممكن يحصل في جزء واحد صغير خلاص ويتبدل جين واحد بالشكل ده اللي عبرة في الامر انك لو بصرت حضرتك كده لالاربع امشاك اللي في الحالة الاونية والحالة التانية حتلاقي ان دول سابتين اللي على الحرف دول اللي هو زي الاب والام لكن الجزء اللي بيحصل فيه عبور بيتبادل ومختلف تماما حسب عدد الجينات اللي حتبادله مع بعض وده لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى يبقى ايضا ان العبور مقصود بايه تبادل اجزاء من الجينات تبادل اجزاء من الكروموسومين تحمل الجينات ما بين الكروموسومين المتماثلين الاربع كروموتيدات الاربع كروماتيدة يعني لا مش الاربع كروماتيدات قمال حيحصل مبين واحد بس وضع يا جماعة الخير وعشان كدا هو ذا ناتج بتاع العملة العمور اللي هو الجزء ده ده الجزء الجديد ده اهو ده الجزء اللي حصل جديد بس انا حشيل الجزء اللي جامع اللي انا عملته ده عشان تبقى الحكاية واضحة لكن ممكن نعمل اهو ده الجزء اللي حصل الجديد اهو بالشكل ده نفس الكلام هنا بس حصل في جين واحد اهو بالمنظر ده وكده بيكون تم تمت عملية العبور وانتهى اهو اديكورموسومين وتم عملية العبور والتنهيج الاول على كمس مرح اشكركم شكرا جزينا ان كنت احسنت فمن الله وان كنت اسأت او نسيت فمن نفسي وبعتزل مرة تانية عن التأخر فرفع هذا الفيديو شكرا لحضراتكم ونلتقي في فيديو جديد على خير وانتم في صحة وسعادة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته